شو هو الفرق بين الدانك والديا دانك والدانك بهذا الفيديو ان شاء الله راح وضح لكم كل شيء متعلق بهذا الخصوص فبتمنى من كل اللي عم شاهدت الفيديو ما ينسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكون الفيديوهات القديمة وجديدة ودي نوهكم كمان انه فتحت قناة جديدة واليوم كمان راح ينزل فيديو جديدة على اليوم الرابط راح اضطر لكم ايه وصندوق الوصف لهذا الفيديو فنبلش بدون تأخير بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شاهد رسلان وان شاء الله في هذا الفيديو ما اتمنى لكم راح اوضح لكم الفرق بين الدانك والديا دانك والدانك كثير شفت اشخاص حتى بيكتبوا لي بالتعليقات انه دايما دانك بدل دانك او بيكتبوا لي فيلين دانك شو هو الفرق بين هالثلاث كلماتها دول اول شي عنا الديا دانك الديا دانك متل مو شايفين انه هو مع ارتكل الديا دانك مع ارتكل معناته هو الشكر يعني كلمة الشكر يعني متل لما احنا مثلا بالعربي بنقول اه الشكر ال شكر هون عنا ال التعريف وشكر هي كلمة بنستخدم هذا باللغة الالمانية دايما لما الواحد بيحس يعني بيشعور انه هو مبسوط او يعني ممنون لحدا مثلا لما اه ازا حدا انت ساعدك بشي كتير كبير وانت مسلا بدك يعني بدك انه اه بدك تتشكره على المساعدة او الشي اللي قام اه فيه معك بتقوله انا مدين لحضرتك كتير او مدين لحضرتك بشكر كتير كبير يعني كانك عم تقوله بالعربي انا ممنون لالك كتير او ممنون كتير لحضرتك اذا بهذا الشكل بتعبر عن هذا الشي باللغة الالمانية اذا دا دانك فازوه بصم هو كلمة شكر وكلمة دانك لحاله هي بخي بوزيزيون بخي بوزيزيون هو حرف جر بيجي دايما بعده حالة مضاف اليها حالة كينتيف باللغة الالمانية ومعناته بفضل هذا حرف الجر دايما بيجي بعده حالة كينتيف ولكن سجلوا هذا الشي عنكن اذا كان عندي انا ضمير شخصي بالجملي بيوقع دايما الضمير الشخصي بحالة الداتيف وبيوقع مثلا اذا كان عندي اسم بالجملي الاسم بيوقع بحالة كينتيف فينا نستخدم ذاتيف و اكوزاتيف بحالة الاسم ولكن الاصاح هو كينتيف اذا مناخد مثال حتى نوثق هذا الشي لنفترض مثلا انه انتي لا سمح الله وانتي عملته هذا السير وايجا الطبيب يعني وانقذتكم من الموت بتقوله مثلا بفضل الطبيب متل ما شفنا هون انه دايس آتسيس اذا عندنا هون داي آتسيس تحولت هاي داي آتسيس للقينتيف وصارت دايس آتسيس اذا هون شفنا انه كان عندي اسم بالجملي اللي هو الدكتور مشان هيك وقع بحالة فينا استخدم كمال بقول ولكن الاصاح هون اما اذا بدي حول هاي الجملي لضمير الشخصي بدي حول الدكتور لضمير شخصي بقول يعني بفضله يعني بفضله يعني بفضله انا قدرت انه انجا من حادث السير اذا اول جملي كان عندنا استخدمنا او داتيف اذا بحالة الاسم ولكن الاصاح اما بالحالة التانية لما بكون عندنا البيازونال بخنومين ايم او اين او مسلا زي او ايش او والاخره هون دايما نستخدم الكنتيف مثلا مقول دانك دي ها بيشتين في كاس ونفل يعني بفضلك درت انا انجا من الحادث من حادث السير اذا دايما بالبيازونال بخنومين لانه متل ما ايه بتصير ايغة اذا هدول ما عاد حدا يستخدمون باللغة الحالية وكتير قليل بيستخدمون الالمان مع الكنتيف اذا الكنتيف اذا اذا كان كل شيء بيتعلق بالبخيبوزيزيون اللي هو الدانك ها لمننتقل الى الدانك، الدانك هون لما نحنا بنستخدم الدانك هي كلمة شكر مثلا بتقوله دانك في ايغة مور يعني شكرا لجهدك او شكرا لتعاونك او مسلا بتقول لحدا دانك في داني انترسي شكرا لاهتمامك اذا بهاي الحالي بتستخدم دانك والدير دانك مثلا ما تقول لواحد فيلن دانك في ايغة موهة فيلن دانك في ايغة تسوزان عباية فيلن دانك في ايغة انترسة تمام? اذا لازم هدول تفرق وبيناتهم دير دانك دانك بخيبوزيزيون وعننا الدانك هي كلمة شكر او عنا مثلا مثل كلمة شكر دس دانك شون دس دانك شون يعني كمان شكرا اذا هذا كان كل شي بيتعلى بفيديو لهم. بتمنى انه افدتكن بتمنى انه كمان انه انتوا استفدتوا من هذا الفيديو بتمنى انكم جميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة